اهلا بكم مشاهدين الكرام الى نشرة الاخبار من يمن شباب وإليكم ابرز العنوي قيادة المؤتمر تؤكد بطلان الاتفاق المزعوم بين صالح والحوثيين تقدم للمقاومة في جبهة ثعوبات بمدينة تاعز ومهرجان شعبي في المواسط على طريق التحرير الشامل لتعز مقتلوا ستة واربعين من ميليشي الحوثيين في غارة وقصف للطيران في حجة وامن عدن يلقي القبضة على خلية متورطة في عمليات الاغتيالات اهلا بكم اعلنت قيادات المؤتمر الشعبي العام المؤيدة لشرعية الدستورية رفضها الدعوة الى اي اجتماع لمجلس النواب مستندة في رفضها لكونها تمثل مصلحة وطنية كبرى ويستند الى دستور الجمهورية اليمنية والمرجعيات الاساسية للاجماع الوطني الممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن اثنين وعشرين ستة عشر واكدت القيادة في بيان لها بطلان الاتفاق المزعوم بين الصالح والحوثيين ودعوة ما يسمى بالمجلس السياسي الذي لا يمثل اي صيغة دستورية بل هو اتفاق خارج الدستور وكل المرجعيات الوطنية وان المؤتمر الشعبي العام تنظيم سياسي له مكانته المحلية والاقليمية والدولية وتحويله الى ميليشيا مسلحة يتنافى مع اهداف ومبادئ وبرامج المؤتمر الشعبي العام والثوابت الوطنية ودعو البيان كتلة المؤتمر الشعبي العام للوقوف ضد تلك الدعوة ورفضها وإحباط تلك المحاولة الهادفة الى شرعانة الانقلاب ورفض تحالف صالح والحوثيين والذي يحاول استخدام المؤتمر الشعبي العام كغطاء سياسي للميليشيا المسلحة على الصعيد الميداني تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من التقدم في مناطق جديدة بمديرة نهم شرق العاصمة صنعاء بعد معارك عنفة مع ميليشيا الحوثيين وصالح الانقلابية التي تعاني من انهيار في صفوفها وقال الناطق الرسمي لمقاومة صنعاء عبدالله الشندقي ان قوات الجيش والمقاومة وبمساندة طيران التحالف حررت منطقة عقبة المدفون والجبال المحيطة بها وقرية المدفون وكبدت الميليشيا خسائر كبيرة في الارواح والمعدات وذكر الشندقي ان المعارك اسفرت عن مقتل اثنان وعشرين واصابة العشرات من الميليشيا الانقلابية وقامت بتدمير تسعة اطقم كانت في طريقها لتعزيز مواقع الميليشيا فيما استشد ثلاثة جنود من قوات شرعية وجرح ثمانية آخرون انتصارات استراتيجية يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال في ظل تقهقر الميليشيا الانقلابية التي تحشد كل امكانياتها العسكرية وريهانها لتحقيق مكاسب ميدانية على مسوى الجبهات الداخلية التقرير التالي يصلط ضوء على ذلك تصاعد توتيرة المعارك الدائرة في المحيط الشرقي للعاصمة صنعاء على نحو غير مسبوق وسط تأكيدات قيادة اركان الجيش الوطني عن تقدم متواصل لقواتها المسنودة برجال المقاومة الشعبية وتزامنا مع تكثيف قوات الجيش الوطني عملياته في نهم بهدف التقدم نحو صنعاء اكدت قيادة التحالف العربي توفير اسناد جوي للجيش في اطار استيناف عملية اعادة الامل بعد تضيع الانقلابيين لفرص السلام عبر افشال مشاورات الكويت ومنذ اعلان التحالف توقيف رحلات مطار الصنعاء لمدة اثنتين وسبعين ساعة فقد استهدفت الضربات الجوية معسكرات ومواقع تابعة للانقلابيين في محافظات عدة لكن الموجة اللعنى في ضربات التحالف تركزت على معسكرات الانقلابيين في محيط صنعاء ما يعزز توجه الشرعية والتحالف نحو حسم معركة العاصمة تصعيد عسكري للجيش الوطني والتحالف العربي تؤكد قيادة اركان الجيش اندراجه في اطار توجهه للحسم العسكري عقب افشال الانقلابيين المدعومين ايرانيا لمشاورات السلام برعاية الامم المتحدة وفيما يستمر تداعي قدرات الميليشيات الحوثية والمخلوع ميدانيا امام تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة في نهم تتخبط قيادة الانقلابيين سياسيا وترمي باخر اوراقها بدعوة مجلس النواب لانعقاد قلساته لكن قيادة السلطة الشرعية وخلال اجتماعا لها صباح اليوم اكدت ان الدعوة تشكل تكريسا لتقويض الانقلابيين للدولة والدستور وبين تداعي الانقلابيين عسكريا وتخبطهم سياسيا تعزز السلطة الشرعية والتحالف من الخطوات الميدانية نحو حسم معركة العاصمة صنعا تمكن رجال المقاومة والجيش الوطني من كسر هجوم لميليشيا الحوثيين والمخلوع صالح في حي عقبة بمدينة تعز وشنوا هجوما معاكسا على مواقع تمركز الميليشيا مصادر ميدانية قالت ان المقاومة تمكنت خلال الهجوم من تحرير العديد من المباني في حي عقبة ثعبات شرق المدينة وتمكنت من تطهير جامع عقبة وعمارة هراش ومدرسة عقبة التي كان يتمركز فيها قناصة حوثيون كما وصلت الى عمارة واي في اطراف حارة قريش شمال غرب حي 14 اكتوبر وبيت غازي وبيت علوي والبيوت المجاورة لهما كما صد أبطال المقاومة والجيش الوطني هجوما لعناصر ميليشيا الحوثيين والمخلوع بالصلو وتمكنوا من الوصول الى منطقة الصيار والصافح بالصلوش جنوب تعز وبحسب المصادر قتل أحد عشر وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثيين والمخلوع في الاشتباكات بما سشد ثلاثة وأصيب تسعة عشر آخرون من المقاومة جراء المواجهات هذا ووصلت ميليشيا الحوثيين قصفها العشوائية على الأحياء السكنية ما أسفر عن إصابة سبعة من المدنيين جراء القصف المستمر ومن جبهة ثعوبات شرق المدينة حيث تدور معارك عنيفة من منزل إلى منزل منذ ثلاثة أيام بين أبطال المقاومة والجيش الوطني من جهة وبين ميليشيا الحوثيين وصالح من جهة أخرى يوافين الزميل عبد العزيز الذبحاني بتقرير التالي في جبهة ثانية لنشجراء المقاومة الشعبية والجيش الوطني في يوطى النصر نقف الآن قوار مسكد عقبة حيث تقدمت المقاومة الشعبية والجيش الوطني صباحا اليوم إلى هذا المكان معنا قائد لواء العاصفة الفندن وهيدا الهوري سيحدثنا عن آخر التطورات هنا في جبهة ثعبات لنا هنا ثلاثة أيام متتالية أشاب المقاومة جميعا متحدين بكل الكتاب لواء العاصفة لواء الصعاليك كتاب حاسم كتاب أبو العباس كل أبناء المقاومة الشعبية اليوم يوحدون القهود ويتقدموا صفوف أشكرهم جميعا نحن اليوم أمام قامع عقبة تسقط معاقل الحوث اليوم بفضل هؤلاء المقاهدين الشباب اليوم تتحرهم ونزسوا على قباههم لدينا الكثير من القتلى من الحوثة الحوثة اليوم يتواصلون معنا ليستلمون القسط ومستعدين أن يبرادلون بأسراء حتى وإن كانت قيادات كبيرة في المعارضة أو في غيرها من السياسيين إذن كما سمعتم هناك قتلى حوثيون من القيادات الكبرى والعليا للميليشيات ونحن الآن أمام مسجد عقبة الذي سيطرت عليه المقاومة الآن في هذه اللحظات المقاومة سيطرت على هذا المسجد الذي كانت الميليشيات تحتله منذ قرابة عام ونصف عبد العزيزة سبحانه من شباب تعز تدشينا لهبة شعبية دعما للمقاومة والجيش الوطني للتصدي لميليشي الحوثيين والمخلوع الإنقلابية أقيم بمنطقة قدس بمديرة المواسط مهرجان جماهري كبير تحت شعار يد تذود ويد تجود عن تلك الهبة والمهرجان أعد لنا الزميل عبدالقوي العزاني هذا التقرير يستنفرون هنا بعد أن دقت ميليشيات الحوثي والمخلوع طبول الحرب على تخوم مديريتهم مهرجان جماهري حاشد بمنطقة قدس بمديرية المواسط تدشينا لهبة شعبية دعما للمقاومة والجيش الوطني في تصديهم الميليشيات الإنقلابية فيد تذود ويد تقود إننا اليوم بهذا المهرجان الحاشد من هذه المديرية التي تمثل بزء من محافظة تعز قد عزمنا أن نكون شركاء مع الجيش الوطني قد عزمنا أن نكون شركاء مع الجيش الوطني لحظة بلحظة وساعة بساعة ويوما بيوم تحت شعار يد تذود ويد تقود لا خيار إذن أمام الجميع جيشا ومقاومة وحاظنة شعبية سوى القتال ومواجهة المعتدين حتى النصر واليوم نحن في مواجهة بحرب قد فرضت علينا ولم يكن لنا فيها خيار في هذه المحافظة التي لم تكن من ثقافتها الحرب ولا علاقة لها بالبندقية خارق القانون لكن وقد فرضت علينا وتقاوز الظالمون كل الخطوط فنحن من الشجاعة والمقدرة والإرادة أن نقاتل حتى ننتصر وبأيدينا الحجة وهنا يعاهدون الله والوطن أن يكونوا صفا واحدا ضد ميليشيات القتل والدمار فالإصابات والميليشيات لا تحكم دولة ولا تبني وطنا المهرقان يمثل انطلاقه حول تكاتف الناس جميعا في هذه المديرية لصد هذا الصلف الذي تمارسه هذه الميليشيات من قتل ودمار وإذلال لأبناء تعيز سعدت بما رأيت وارتحت جدا لما شاهدت من حشد الناس ومن استعدادهم في مواقهة الظلم والظالمين وأيضا سواء تبادلهم بالمال أو بالرجال أو بالسلاح نتمنى تكرار ما حصل اليوم في المواسط في بقية العزل والمديريات المجاورة أشاق حياة وفرسان قتال رسالة هذا المهرجان في مديرية المواسط والذي يمثل المحطة الأولى للهبة الشعبية دعما للجيش والمقاومة عبدالقوي العزاني يمن شباب تعز في تعز حيث ترتكب الميليشي الحوثية جرائم وحشية بحق الطفولة نجد القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي الطفولة نصوصا في ملفات المنظمات وحبرا على ورق تقرير للزميل أمين دبوان يصلط الضوء على هذا الطفل بحسب القانون الدولي الإنساني كل إنسان حتى الثامنة عشرة من عمره في مدينة تعز شيء مسلم به لكن حماية الأطفال في القانون ذاته تنتهكه ميليشيا صالح والحوثي وبشدة إعلان حقوق الطفل لعام 1924 في جنيف المادة الأولى منه تنص على وجوب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من النمو بشكل عادي من الناحية المادية والروحية لكن الأطفال هنا حاصرتهم الميليشيا ماديا وأخذت أرواح الكثير منهم بحسب الحقوقين الإحصائية الحقوقية التي موجودة لدينا هي أن 436 طفل قتلوا خلال فترة الحرب بقذائف جماعة الحوثي وقوات صالح والقرحة هم قرابة ألف طفل قرحة موجودين في مدينة تعز أيضا كانت صابتهم بقذائف ورصاص على الأحياء المدنية التدخل الدولي السريع لوقف الانتهاكات الجسيمة بحق الطفولة هو المفترض أن يحدث لكن المجتمع الدولي يغض الطرف أحيانا وأحيانا كثيرا يصدر بيانات هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع بل لا تنقذ طفلا ولا توقف انتهاكا تسعون حالت إعاق أغلبهم من الأطفال بحسب إحصائية طبية خلال فترة الحرب التي شنتها ميليشيا صالح والحوثي على المدينة من ينجو من رصاصات الموت تدركه تبعاتها أمين دبوان يمن شباب تعز في موكب جنائزي مهيب شيعت مدينة تعز القائد البطل النقيب محمد الذيفاني مدير قسم شرطة الشماسي إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء بمنطقة عصيفرة وكان النقيب الذيفاني قد استشد مساء أول أمس وهو يؤدي واجبه الوطنية دفاعا عن ممتلكات المواطنين في حي شماسي ضد إحدى العصابات الإجرامية تصدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثيين وصالح بمديرة خب والشعف بمحافظة الجوف وقال مصدر ميداني إن هجوما مكثفا ومن عدة محاور شنته الميليشيا على مواقع الطائرة وكتمة في جبهة صبرين بهدف التقدم وسيطرة على مواقع للجيش والمقاومة وأضاف المصدر أن الميليشيا عادت منكسرة دون تحقيق أي هدف مخلفين وراءهم العديد من القتلى قتل ستة وأربعون مسلحا من ميليشيا الحوثيين وصالح في اشتباكات مع الجيش الوطني وغارات لطيران التحالف بمدينة حرض بمحافظة حجة وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة إن ستة وأربعين من ميليشيا الحوثيين والمخلوع قتلوا وأصيب العشرات إثر غارة جوية على أحد المباني الذي كانت تتحصن فيه الميليشيا جنوب مدينة حرض وكثفت تحالف العربي من غاراته على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثيين وصالح في محافظة حجة وشنت مقاتلات أمس الأربع أكثر من خمسة وعشرين غارة استهدفت مواقع ومخازن أسلحة تتبع الإنقلابيين قتل ثلاثة وأصيب أربعة آخرون من ميليشيا الحوثيين وصالح في تصدي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لهجوم شنت الميليشيا الإنقلابية على موقع كابوب في قطاع يابار بجبهة حمك غرب محافظة الضالع ونقل مراسل يامن شباب عن مصادر بالمقاومة أن الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة تصدى لهجوم عنف شنته ميليشيا الحوثيين على مواقع المقاومة في كابوب غرب المحافظة ما أسفر عن مقتل ثلاثة من الميليشيات ووفق المصدر فإن الميليشيات التابعة للحوثيين وصالح عاقب فشال الهجوم شنت قصفا عنفا على قرى يابار ومواقع المقاومة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة كما شنت قصفا عشوائيا على قرى موريس ومواقع المقاومة والجيش الوطني في مناطق التماس ما أدى إلى تضرر بعض المنازل وشعال النار فيها أما في محافظة البيضاء فقد قالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنفة تدور بمديرة الزاهر بين المقاومة الشعبية من جهة وميليشي الحوثيين والمخلوع صالح من جهة ثانية وذكرت مصادر في المقاومة أن المواجهات استخدمت فيها مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة بمديرة الزاهر بعد هجوم للحوثيين ومحاولتهم التقدم نحو جبل كساد الذي تسيطر عليه المقاومة وكانت ميليشي الحوثيين وصالح قد قصفت بالأسلحة الثقيلة منازل مدنيين في مناطق المحصن وكساد بمديرة الزاهر بشكل متعمد قال بيان للمكتب الإعلامي لشرطة عدن بأن قوات مكافحة الإرهاب ألقت القبضة على خلية إرهابية تقف وراء الإغتيالات التي طالت أبرز القادة العسكريين والمقاومة الشعبية وأوضح البيان بأن الخلية مكونة من ثمانية شخصيات أو من ثماني أشخاص واعترفوا بمسؤوليتهم الكاملة عن عمليات اغتيال وتصفيات طالت قيادات أمنية وعسكرية في المقاومة من بينهم أحمد الإدريسي ورفاقه أواخر العام الماضي وذكر بأن المتهمين أعترفوا باستلامهم مبالغ مالية مقابل تنفيذ كل عملية اغتيال عبر شخص ضمن الخلية التي تتعامل مباشرة مع قيادة القاعدة بقيادة أبو سالم التي كانت تتخذ من المجلس المحلي في مدينة المنصورة مقرا لها وبحسب البيان فإن أعضاء الخلية أقروا بتشكيلهم خلية مهمتها قتل القيادات الفاعلة وضباط وجنود يعملون في الأجهزة الأمنية وشخصيات تتعامل مع قوات التحالف العربي بغرض خلق حالة من الإرباك والفوضى في المدينة قرية في لحج عدد سكانها ألف نسمة وليس فيها سوى بئر واحدة ومعاناة شديدة وجفاف أراضي زراعية ومشاكل أخرى نتيجة شحة المياه في محافظة اسمها اللحجة الخضيرة الزميلة ابتهاء للصالحي وهذا تقرير لحجة الخضيرة أصبحت ضمأة في الطريق الرابط بين مدينة عدن ومحافظة لحج وما أن تتوغل باتقاه جنوب شرق محافظة لحج ترى مساحات شاسعة من الأراضي القاحلة التي اكتست بالموت ضمأة لحجة التي طالما تغنى بها الشعراء في خضرتها وقمالها الرباني الأخاد أصبحت اليوم أرض عطشة ومواطنين يعانون الأمرين في سبيل توفير ماء للشرب أو لسقاية الأرض التي هجرتها الخضرة طبعا من أهم المعاناة التي تعانيها الغريح من قبل فترة الحرب أو في فترة الحرب ازدادت هي ندرة الماء فالماء يسبب أزمة خانقة أو ضيغة على الناس لأن الناس يعانوا من قلة الرواتب وضعفها وقلاء الموت غذائية وما شابه ذلك فما أدى إلى الناس لا يستطيعون حتى تشراء الماء ما أدى هذا الأمور إلى مشاكل بين أبناء الغريحة هذا الماء لأن ما وصلنا وضعفها هذا ما يعني جعل الناس في خنقة أو تذايق غير عادي أكثر من ألف نسمة في قرية المجحفة بمحافظة لحك يعتمدون على بئر واحدة أصبح ماءها لا يكاد يكفيهم للشرب فكيف بسقاية الأرض أو الدواب بل أن الأمر أصبح أكثر صعوبة مع انطفاءات التيار الكهربائي المتكرر وعدم توفير المشتقات النفطية اللازمة لاستخراج ما تيسر من ماء البئر الوحيد في القرية نناشد الهيئات والمنظمات والهيئة الإماراتية والهلال الكويتي بمساعدتنا بمشروع ماء القرية كون القرية تعاني من شحة الماء وكبر سكان القرية فيها والآن نتابع الهيئات ونتابع الأخوة في المحافظة ونأمل من يهموا الأمر بالاهتمام بالقرية كون يوجد بها بئر واحدة وعدد سكان القرية تقاوز الأرض من نسمة تقريبا ولذلك نمد يد العون إلى كل ما لديه بمساعدتنا بهذا المشروع الخير يأمل المواطنين في هذه القرية التي غابت عنها عين الدولة لعقود من الزمن للفتحانية تروي عطش الأرض والإنسان فيها لقناة يمن شباب ابتهال الصالحي لحق مشاهدنا الكرام ختام نشر مقتل ستة وأربعين من ميليشي الحوثيين في غارات وقصف لطيران التحالف في حجة وأمن عدن يلقي القضة على خلية متورطة في عمليات الاغتيالات مشاهدنا كان هذا كل ما لدينا في نشرة اليوم أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة